هذا المبدأ من وراء الفيديوهات ما قطعكم حلو احنا وصلنا عند مستر نوار عماد سؤالي وراء على طول ممكن تسوي مراجعة للنكسس 6P بنظام أوريو نشوف الجهاز شغال بسلامة بسلامة بسلاسة ولا فيه تهنيك وكذا إذا الجهاز باقي متواجد عندك وشكرا الجهاز اللي حم موجود عندي النيكسس 6P اللي حم موجود النيكسس ديفايس انا عادة لا أستغنى عنهم موجود كلهم عندي المفروض سلس بس تدري ماذا؟ دعنا اخرج الجهاز وراويكم يا ان شاء الله فيديو ثاني هل النوت 9 سيكون 8GB رام حسب رأيك؟ حسب رأي شوف اتمنى ان يكون 8GB رام بس اللي قاعد نشوفه من تسريوات تحت الجالكسي اس 9 سيكون 4GB رام اس 9 بلس سيكون 6GB رام فمتوقع النوت 9 سيكون 8GB شكاد عمرك وين عايش واي اجهزة تفضل سامسونج ويا ريت تفضل فيديو كيف تختار جوالك مع تحياتي لك شكلك انت متابعي عديد انا عمري تقريبا 34 سنة والي 83 عليك الحسبة عايش بالكويت وافضل تلفونات سامسونج على تلفونات ابل لان احب نظام تشغيلي اندرويد على اي او اس واسوي فيديو اعلمك كيف تختار تلفونا ممكن نسوي واحد بالمستقبل كم جوال عندك؟ وايد عندي وايد ربي لك الحمد عندي وايد اقترح عليك تسوي حلقة عن الاندرويد بتفاصيله عشان نعرف ليه تفضل اندرويد ناوي فيديو اعمالي واخيرا صاري مدة ويقول اعمل بسين اعمل فيديو صورت مني سيناريو او سيناريو او او اس اي فون 10 واندرويد اعمل بيكسل 2 اكسل لماذا ترمي وولدك وهوب يعني اعطيه الحرية انه عندما يكبر يعبر عرايه انه يريد ان يصبح بالصور او الفيديوهات لطالما هو صغير وما يستطيع ان يقرر لان اقرر الوداء ان انا طلعه فمشان راجع له ممكن أسأل ليس نظام شركة أبل أصبح ممل ومحدود بشكل كبير لأنها ريحت لأن عندها ناس تشتري منها بغض النظرية شونه تنزل يعطيك العافية أخي أحمد وردتجع وسلام إن شاء الله سؤالي كالتالي الله يسلمك مع الاقتراب من نهاية عام 2017 شاهدنا كثير وكثير من الأجهزة الجديدة بالأخص التي تعمل بنظام الأندرويد كنصيحة منك ما هو أفضل جهاز يمثل أفضل قيمة بس فالي باستثناء OnePlus 5T و OnePlus 5 صادني وذلك في وجه نظرك وواقع تجربتك وشكراً لك باستثناء OnePlus 5 و OnePlus 5T نوكيا 8 النوكيا 8 سعره اليوم بالكويت 130 دينار كويتي قاعد كالتاليفون يعني يدوبك فوق 350 دولار تحت الـ 400 دولار الأمريكي سناد راقي 835 داكرة عشوائية كاميرتين 13 ميجا بيكس من خلف كارلزايس أبتيكس غير الواحدة الموجودة من الأمام بطالية 3000 مليا امبير 5.6 بوصة كواد اش دي LCD بوصة كواد اش دي على 5.5 بوصة تكلمتها بيكسل دانستي عالي وغير الأندرويد خام واحد من التلفونات النادرة جداً اللي حالي موجودة بالسوق نزل لها أندرويد أوريو بشكل رسمي فالنوكيا 8 تلفون ممتاز من ناحية البس فاليو اللي انت ممكن تحصل على التلفون والحلو في الموضوع اللي احسن حتى من OnePlus 5 و OnePlus 5T ان العالم العربي مدعوم وبشكل رسمي كفالة قطع غيار ورشة تصليح صيانة هاردوير سوفتوير أمورك بالسليم ترجع بالسلامة وما تجعل شيئاً نسأل عليها مشكور حبيبي حبيبي ما قصرت عصر الله يسلم لك طيب آخر سؤال عشان نخلي الفيديو صير طول من شيء أمير علي انتذكر وصلنا عند أمير علي ماذا توقعاتك لهواتي في سنة 2018 وكلها؟ وهل كانت سنة 2017 مخيبة للأمل؟ بالنسبة لي سنة مخيبة كانت من اباعدة بيكسل 2x اللي اعجبني ولكن ما زلت ننتظر نوكينان وشكراً لك مخيبة للأمل وكلمة قوية لا كانت سنة 2017 مخيبة للأمل بالعكس أخبت لنا أخيراً أن الشركات قاموا بتسوري تليفونات بإطارات ضعيفة وهذه خطة مهمة الشاشة أهم شيء بالعتاد من ناحية الجهاز لأن لو تضع التليفون عليه أحسن رامات تخيب معاها يتيب أقوى علاج بالدنيا أكثر بطارية بالدنيا أقوى رامات بالدنيا بشاشة CTSN 4000 لون تستعملها نهائياً لا فبغض النظر عن كثير عتاد عندك إلا ترى أن الشاشة هي ستعطيك تجربة هي الواجهة مع الجهاز فعندما ترى كل الشركات تبدأ أن تعتم بهذا الشيء وتنزل لك تليفونات إطارة ضعيفة لكي لا تهد لك خطوات رهاية أن التقنيات تكون من تحت شاشة لأن الشركات أخيراً من مبدأ أن خل بازلز تكون موادي كبيرة ونزل شاشة وليس لديك شغل بالدنيا لا المفروض أنت من زمان تمشي على هذه الخطوة أذكر الجي جي 2 و الجي جي 3 شركة الجي كاتويت مهتمة بهذا الشيء حتى رأينا نكسس 5 ولكن شارب أكويو فعلت لنا تليفون بازلز من غير إطار في سنة 2014 للأسف الشديد كان مقموت موجهة شركة واحدة في الولايات المتحدة فلا انتشر بعدين شركة شامي فعلت مي ميكس وهذه كانت الطفرة الشركات كلها قامت تعمل تليفونات بازلز نجاح شاومي مي مي ميكس وهذا ما حدث في سنة 2017 وكل الشركات التي تعمل تليفونات بازلز كبير راجعت نفسها على أخر سنة ونزلت منهم وام بلس 5 منها HTC U11 وغيرها من الشركات التي تعمل تليفونات بازلز واخر سنة تلاحقها تعمل تليفونات بحواف قليلة لاحن لا نستطيع أنها بدون بازلز فبالنسبة لي ما كانت سنة من خبر الأمل وأتوقع سنة اليوم سيكون لنحن موجود أن تتخلي الحوافة تكونوا ضعيفة وفيه اهتمام سيكون من ناحية الذكاء الاصطناعي شاهدنا الشيء مع شركة سامسونج وبيكسبي HTC توفر لك ألكسا مع جوجل أسستنت وعندك كيرن 970 مع شركة واوي إن شاء هم مهتمين بذكاء الاصطناعي فأتوقع سنة 2018 لنحن سيحاولون أن يطور الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر ورح يخلوني التلفونات تكون شاشتهم بعد أنحف وأنحف فوصلنا عند أمير علي مشكورين على الأسئلة رح نرجع لكم إن شاء الله باتشر بذن واحد أحد وننزلكم بعد جوبة زيادة فبس سبحانه على إطار الأكسور سلامتكم من تعيشون أحمد بعوريكي فوما الله الكريم